أكد مصدر رفع المستوى أن مصر جددت تحذيرها لكافة الأطراف من تدعيات تصايد الحالي في رفح الفلسطينية وقال المصدر أن الوفود المشاركة في محادثات قهرة قد غادرت للتشاور في ظل استمرار بعض النقاط الخلافية التي لم يتم حسمها موضحا أن مصر جددت تحذيرها للمشاركين في المفاوضات من خطورة تصايد حال فشلت المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة أشار المصدر رفع المستوى إلى أن الوفد الأمنية المصرية يكثف جهوده لإيجاد صيغة توفقية حول بعض النقاط المختلف عليها وتقريب وجهة نظر الطرفين في ظل التطورات الأخيرة بغزة